المهر يعرف بأنه صداق المرأة الذي يقدمه لها الزوج قبل الزواج أما الشبكة فهي أن يقدم الشخص للفتاة التي يريد أن يتزوج بها الهدايا التي تختلف على استطاعته رصدت البيانات صادرة عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء تطور عقود الزواج خلال الفترة الماضية حيث تراجعت حالات الزواج في مايو الماضي لتصل إلى 32 ألف عقد زواج بتراجع بلغت قيمته 11 ألف حالة زواج وبنسب تراجع بلغت 21.19% عن عام 2019 وهنا يثار من وقت لآخر تساؤلات وجدل حول قيمة المهر وما المناسب منه ومدى ارتباط قيمة المهر بارتفاع نسب تأخر سن الزواج والله هو ممكن يكون بسبب قرونة يعني ممكن للناس يعني الفترة طبعا طبعا لما بنيجي ندرس الإحصاءات لازم تدرس كل العناصر التي اكتنفت هذا قضية نعرف أونس كثيرين أجلوا الفرح من أجل عدم الاختلاط أو كذا إلى آخرين عشان نقاط الأفراح وأجلوه كمان إلى واحد وعشرين ف11 ألف وبنسبة واحد وعشرين في المية انخفاض يعني هو مش 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 ظاهرة اجتماعية لأن العالم في حالة استثنائية وهي حالة الوباء الجائحة هذا لكن لو أنه كان ما بين 18 و19 كان هيباين أكتر وإن شاء الله يباين في واحد وعشرين فأنا لا أعتقد أنه ده ناتج من زهد لدى الشباب في الزواج بقدر ما هو ناتج من الحالة العامة إنما في المجمل هو النسب حضرتك أنا مش عارف ده شهر ولا من بداية السنة من مايو 2020 مقارنة بمايو 2019 إذن فهو شهر الشهر شهر مقابل الشهر يعني كانوا 43 ألف في 19 انخفض منهم 11 فبقى 32 ألف زي ما سمعنا ومعنى كده إنهم أكتر من 20% 21% اللي هو الانخفاض لكن حاجة زي كده عشان ندرسها لازم نقارنها بسنة 1950 و1960 منسوبة إلى عدد سكاة إحنا هنا بنقول إن في الشهر بتاع مايو ده الجوزة 40 في 19 يعني مع جبر الكاس ودلوقتي الجوزة 30 ماشي وهو كذلك الجوزة 40 وجوزة 30 طب ده منسوبة لـ 100 مليون يبقى نسبتها إيه؟ مضبوط ولما ننسبها لـ 20 مليون ولما ننسبها لـ 18 مليون ثم إيه لـ 20 مليون يبقى نسبتها إيه؟ الحاجات اللي في مايو اللي حصلت دي فتضح حاجة غريبة جدا أنه إن إحنا في الزياد عدد أقود الزواج أو الزواج بيبقى أقود الزواج بالنسبة إلى عدد السكان هتبقى في الزياد مش إنها في الخفاض لو كان في الخفاض يبقى ليه تفسير لو كان في الزياد يبقى الشباب مقبل لأنه أباءنا نفسهم وأجدادنا ما تجاوزوش كده ما تجاوزوش بهذه الكيفين كثير جدا خاصة في الصبيان يعني في الزكور كانوا يأخروا مرحلة يتجاوز فوق الأربعين ويتجاوز كده وكانوا حتى عندهم إشاعة قد يثبتها العلمة أو لا يثبتها إن الأعمار بتطول يعني لما الواحد يتجاوز فوق الأربعين أم ابنه يعيش أكتر من ابن اللي تجاوز وهو عنده عشرين وبعدين ابنه ده لو تجاوز فوق الأربعين أم الحفيد ده حفيد الرجل الأولاني ده يعيش أطول وأطول ويعدي المية كان فيه إشاعة كده الناس رصداها إنه أصله ده جاوز كبير جاوز كبير فليه جاوز كبير ده ابنه يعيش كتير ابنه يعمر أكتر وكذلك وابنه لو كمل المشوار وجاوز كبير ابنه يعيش أكتر وأكتر وهكذا هل ده الناس بقى بتوع الحاجات ده هي البيولوجي وبتاعي يشوفوا إيه ده هل ده كلام له أصل وأساس علمي ولا لا لكن الطريف في المسألة إنه إحنا عايزين نشوف الخاطب عموما إيه اللي له وإيه اللي عليه فأول ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر إلى خطيبته وهنا جماهير العلماء من أهل المزاهب التقليدية السنية وغير السنية أيضا يرى أن الوجه والكفين يترجماني عن كل شيء كان هناك خاصية عند العرب وظلت هذه الخاصية متوارسة للقرن الثالث الهجري الخاصية دي إنه لما يبص الوجه المرأة كده ومعرف كل حاجة في جسمها وخبار كان هناك بصيرة يعني هو ده كانوا بيسموه علم الفراسة وعلم الفراسة بحثه اليونان وبحثه المصريون القدماء ولهم فيه مجال تمام وبحثه أيضا الهنود وبحثه العرب وكان عندهم علم الفراسة ده علم مؤسس على قواعد فهو يبص للبنت كده فيشوف حواجبها فيفهم كل حاجة في جسمها يشوف عينيها تركيبة عينيها تدويرة عينيها اتساع عينيها وميعرف كل حاجة يشوف كفيها يشوف تركيبة هذي الكف صوابق صوابق مهمة برضو البشرة عاملة ازاي وهكذا فبالتالي يعمل شكل متخيل للزوجة المقبلة الخطيب وده يعمل له نسبة تسعين في المية وللإمام الشفعي روايات في هذه الفراسة وكذا الاخرية يعني يبقى فيه وقت تاني نقولها لك ونتكلم عن الفراسة نفسها كعلم وقلف فيها الرزي وقلف فيها ابن القيم وقلف فيها لأنها كانت حاجة مهمة جدا متعلقة بحكاية الخطوبة فذهب علماء هذا الزمان إلى أنه يكتفى بالواجه والكفاين احتراما لشعور المرأة اللي تعودت أنه محدش يشوفها يعني وكذا وإحنا طبعا بقينا في عصر آخر وكمان هناك أحاديث نبوية أخرجها مسلم وكذا إلى آخره أبحى للخاطب أن يرى من مخطوبته ما شاء ما فيش داعي بقى بمعنى هو كده خدها كده ما يفهمها غلط يا مولانا لا أنا أعيزهم ما أنا أعيزهم يفهمها صح ولذلك أنه هم يرى منها ما يشاء ده مطلقا كده ده اللي مكتوفه الكتب خلاص بس ده حديث وحديث جابر رضي الله تعالى عنه بالشكل ده أنه أنه يرى منها ما يشاء ولكن طبعا كانوا بيروا منها هذا متلصصين يعني يشوفها أنت عارف يقولوا الناس جارك إذا ما شفك من وشك هشوفك من أفاك يعني هشوفك هشوفك فكان فيه شيء من هذا القبيل يعتمد عليه علماء أهل الظاهر ابن حزم وداود الأسبهاني وكده إلى آخره إلى أن الخاطب إذا رأى من خطيباته هذا فليس بحرام عشان بس الناس ما تقولش ده خلاص أنا هستند الحديث ده هو مش هيعرف حاجة هو خاطب يقول لها لا وريني شعرك لو هو محجبها مش عايزت بيني شعرها وريني محدش محدش في العلمة أبدا قال وريني دي هو بيقول إيه ما هو أصله كلام واضح وما مش عايز لف ولا دوران أنه لو رأاها على هذه بنية الخطوبة وما يتحسبش عليه إثم بنية أنه خطيبها أنه خطيبها فما تتحسبش عليه إثم طبعا دي لك مثال أوضح وأجلى من هذا أما لو أنه لم يكن هناك نية خطوبة هتتحسب عليه إثم بمعنى إحنا دلوقتي أغلب البنات أو كثير من البنات مش محجبات يعني شعرها باين وشها باين وكل حاجة وبتروح الكلية كده وبتروح الشغل كده وكده طيب الأصل أن النظر إلى هذا ممنوع تمام تمام طب يفرض أن أنا عايز أخطوبها آه يبقى النظر إليه مش ممنوع آه يبقى أتأكد أشوف بقى شعرها ناعم كرلي معرفش إيه بيضة صمرة آه أركز أصدقى أن أنا أخطوبها أيوة لما أكون بمراد الخضاء آه بوايا النية لازم هذه النية فهذه النية لو أنه هي كشفة كشفة شعرها خلاص هي اللي كشفت مضبور مش هو اللي تلصص من الشباك ولا تلصص من هنا فأنا بالتالي أن أنا أبصلها بالنظر ليه؟ فلو بصلها كهذه الهيئة تمام يبقى إذن ما ياخدش إث ما هوش ممنوع لكن لو أنها كانت محجبة بقى مثلا خلاص يبقى الوجه والكفين عايزة تأكد حاجة خلي أمه أو أخته تشوف شعرها كرلي شعرها ناعم ده اللي درج عليه المسلمون عبر التاريخ أنه يودوا الأم إلى آخر لكن إحنا الآن في عصر غريب عجيب انكشفت فيه الأمور بأكثر من الخلقة الإنسانية مضبور ولذلك فإحنا بنقول أنه المذهب الظاهرية بيتيح أو بيرى أن النظر إلى المرأة بنية الزواج فإن هذا ليس عليه إث طيب أنا بقى قررت أنها مش هتجوزها مش في نية أن أنا أتجوز خلاص أنا شوف بعد أن أبصيت أنا بصيت وملت عناية وملت عناية ومخدتش الاسم لأن أنا كنت ناوي أخطب وبعدين لقيت أن هي أنا مش هاخطب ثاني يوم يبقى يحرم علي أن أنا بص خلاص بقى كده أنا خدت وقتي وخدت فرصتي وكده خلاص باتفاق باتفاق يحرم علي أن أنا بص لها باتفاق اللي هي النظرة نظرة التفاحص مش النظر العادي يعني وشوف والشياء كده عادي خلاص إنما ما ببصش بقى وتفاحص التفاحص ده من النظرة الأولى لك والثانية عليك النظرة بقى التتبعية دي باتفاق أنها حرف طيب يا مولانا اللي خاطب يعني اللي تقولي أنا خاطب أنا من حق إن أنا والله وأنا جاي من بره وأهل قالوا لي دي تمام ونروح نخطبها فانروح وخطبتها وهي محجبة فأنا عايز يعني يعني شو نقعد مش لازم وأنا قعد معا تبقى لبس الحجاب مثلا وهي محجبة أو مش لازم تقعد بلبس البيت في ناس بتتهاون وفي شباب بيلحوا على البنات أو على خطبته في الحكاية دي فحركت أقول لهم إيه لأن برضو ده ممكن يكون باب لحاجات الحقيقة حرام وممكن يكون باب لحاجات غير مرغوبة اجتماعيا حتى يعني القضية دي هي أساسا ومنطلقها بيد البنت البنت أه البنت لا يمكن أن نقهرها على شيء من هذا فهي القضية هي بيد البنت ولا يجوز لأي شاب أنه يضغط ولا أنه يطلب ولا أنه يدغاتت في هذه النقطة وليس من حقي هذا إطلاق مش من حقه أنه يقول له والله كذا بتاع معاه دمنا أريم فتحة والفتحة نص كتاب وانا ملبس شاب ولا حتى حديث جابر يؤدي إلى هذا حتى الحديث الحركة قلته في الأول الحديث اللي استدل به الظاهرية برضو يؤكد أنه دكهة كان يراها غصبا عنها يعني وهي مش واخد بالك وهي مش واخد بالك فما فيش حد إطلاقا قال لا ده يفرض عليها ويعملها زعلة ويقول لها إزاي يعني احنا هنتجوز على بتاع لا ما فيش الكلام ده إطلاقا في الفقه الإسلامي ما فيش الكلام ده خلص فالبنت زحلائة الإشار بمن على رص هي هي اللي زحلائت وأنا لا طلبت ولا عملت سهل ما هي ليلة وخلص وتعدي بعدين يعني يعني شاب حتى من شعراء كده خلاص يعني البتاع تزحل اللي هو يسمو ثياب المهنة في ثياب المهنة دي المهنة اللي هي معناته إنها مش شغل في البيت يعني بلبس البيت يعني بلبس البيت فإذا رأى هكذا مرة فلا بأس على مذهب الظاهرية على مذهب الظاهرية لكن الأربعة قالوا لا الأربعة أئمة كلهم قالوا ما يشوفهاش بلبس البيت مذهب الظاهرية الوحيد اللي قال ممكن نشوفها بلبس البيت ممكن نشوفها بلبس البيت لو أخذنا الأمور بالبساطة أنه خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين مرة هيروح لشان يخطب هو وأمه وكذا إلى آخره ويشوف البنت ما فيش حاج عند الظاهرية التاني بيقول لا ما تشوفش اللي وجهها هو كفية اللي هما الأئمة الأربعة تبتقول لي طب انت شكلك كده ميال للظاهرية ليه لأن العصر عصر فتن إذا كانت النساء خرجنا من غير حجاب أصلا وما أنت جايد الوقت تقول لي أنه هنأخذ الأئمة الأربعة لا مش كده يجب علينا أن احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى فيما أقامنا فيه هو أقامنا في العصر ده ما أقامناش من 200 سنة ولا 300 سنة فنعبد ربنا من غير برضو إيه تألي ولا نفاق ولا نوع من أنواع المزايدة يعني ما نزيدش في الأمور ما نزيدش في الأمور ونعمل كده نخليها بسيطة ناخدها ليه ما أخير بين أمرين إلا اختار إيسرهم ده منهج ده ده عقلية ده حكمة إنه نحن خذ العفو أمور بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهكذا ومدام فيه مذهب بيقول كده ما فيش مانع نحن أخذه وأنا أخذه في يوم في ليلة في كذا وخلاص وانتهى الأمر فإحنا مش بندعو إلى التسيب ولا بندعو إلى الخروج من الأحكام إحنا بندعو إلى صيغ يقبلها التطبيق العملي حتى نكون متمسكين بالشريعة نعم فيه ساعات يا أستاذ عمر لو صممنا على نموذج واحد الناس بتطلع من الشريعة بتقولك هو الشريعة كده فقولت له آه قال لي خلاص أنا مش هعملها أدي الفتنة بقى أدي الفتنة الأمور بتتمي فيها تجديد أو تصعيب الأمر فبالتالي والله تم أنا ماشي ماشي خلاص قدام الشريعة كده أنا هعمل الحر راحتك وأنا همش عكس التجاه وأنا هعمل عكس للتجاه مصيبة سودة صحيح مصيبة سودة لو عرفناها دي لا هنرجع مرة تانية نقول هدام فيه اختلافات بين كذا ممكن أن احنا نأكل من غير قهر ومن غير فرض رأي ولا جعلها قضية وتحويلها من مسألة بسيطة إلى مسألة مركبة إلى آخر يا بسيطة إلى حركة برضو بدأت في أول الحديث إن يبقى فيه فكرة التفاهم ما بين الأب والأم والبنت وبعد كده خاطبها فكرة الحوار لأن العصر اختلف فبالتالي الأمور دي لازم تدار جوه البيت وتناقش جوه البيت بمرونة وتقدم المرونة والليونة والرفق والبساطة على مقابلاتها من العنف ومن الشدة ومن القصوى ومن الانعزال ومن الصدام لا ده احنا كل شوية بنرجع خطوة علشان نجعل الشرع قابلا للتطبيق ولا يمله الناس في كثير من الحكايات الناس ملت فبالبساطة كده راحوا تركين مصيبة سودة دي بقى أنا عايزهم يرجعوا مرة تانية للحضيرة ويروا فيها أنها حديقة وأنها بستان وأنها مكان لسعادة الضارين من غير تأثم ومن غير تشدد ومن غير الوصول إلى مراحل يصل استضام مع الحياة أنا بشكر فضلتك الحقيقة على هذه الأفكار وهذه الرؤى وهذا التجديد في النظرة حتى النظرة إلى الواقع المعاش الآن وازم فضلتك يعني السبت القادم بإذن الله نقفز بقى من مرحلة الخطوبة لبيت الزوجية ونبتدي نتكلم يعني مع فضلتك وصد المشاهدين عن الحقوق بقى حق الزوجة نبدأ بعد الزهارك لنبدأ مثلا بالزوجة أي حقوق الزوجة ثم بعد كده يبقى فيه لقاءات تانية إن شاء الله عن حقوق الزوج ونشوف البيت ده إزاي بيضور فأنا شكر لفضلتك جزيل شكر على اللقاء اليوم ونشوف حركة بقتم صحة وعافية إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لفضلتك شكرا للموصول لحضراتكم وتصبحوا بألف خير إلى اللقاء شكرا للمشاه количества ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة